السلام و اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف 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 عافية اليوم نحكي عن موضوع شوية حساس ومهم جدا اللي هو ولادة الطفل في كندا من ابوين غير كنديين خليكم معنا طبعا ايجاني هذا السؤال من عدد كبير من الاشخاص بسأل انا اذا ولدت زوجتي في كندا الولد باخد الجنسية انا باخد الجنسية شو الميزات اللي باخدها طبعا كلها اسئلة هتجاوب عنها في هذا الفيديو موضوع الولادة في كندا انتشر في المرحلة الاخيرة وفي الولايات المتحدة كمان العلم انه بريطانيا هي من الدول اللي كان فيها هذا القانون والغت هذا القانون الان اذا احد الابوين مش بريطاني ما بيقدر الولد ياخد الجنسية كندا عم بتفكر بهذا الموضوع لكن الى تاريخه الولد اللي مولود على كندا او في كندا سوري باخد الجنسية مباشرة باستثناء حالة واحدة اللي هو اذا كان والدين هذا او احد والدين الطفل دبلوماسي والوالد الثاني معوش اقامة دائمة او كندي بغير هيك اي واحد زائر مقيم طالب معاه جنسية ما معاه جنسية اذا ولد له طفل في كندا الولد باخد اوتوماتيكلي الجنسية بعد ما يقدم عليها بما معناه انه الولد اذا ما قدم على الجنسية ما باخده الجنسية لازم يقدم عليها بعد الولادة بيقدم على اه شهادة الولادة وبعد شهادة الولادة بيقدم على الجنسية وبحصل عليها اوتوماتيك او بحصل على الجواز الان في عدة اطراف او عدة اه ستوريز وشغلات مهمة في هذا الموضوع انه اول اشي اه كيف الابوين بدهم يحصلوا يعني كل الهدف من كل هذا الموضوع انه الاب والام يحصلوا على الجنسية ما بتحصلوا على الجنسية واللي بحكي لكم بتحصل على الجنسية بضحك عليكم ما في واحد اذا ما معاك انت اقامة دائمة او جنسية كندية ما بتحصل حتى لو كنت معاك فيزة اه دراسة او فيزة عمل وابنك ولد في كندا الولد باخد جنسية بس انت لا اوكي فلازم تتدبوا له هاي النقطة الولد هلا بعدين بس يصير عمره 18 سنة بيعمل لك وبلاقي بيلاقي شغل وبيجي بيشتغل وبسوي تاكس وبفيل تاكس في كندا ممكن يعمل لك لم شمل هذا موضوع ثاني الله اعلم بعد 18 سنة من اليوم شو راح تصير القوانين لكن حاليا اللي بيصير انه الاب والام باخدوا جنسية الولد باخدوا جوازه وبروحوا على بلادهم هذا اللي بصير بعد الولادة طبعا احنا بنحكي للابوين اللي اه معهم فيزا الآن برضو بيجي سؤال اه طيب يا اخي انا بسمع انه الولد بعطي الجنسية وبيجي ببعطوه مصاري في كندا صحيح هو الولد اه باخد فلوس طبعا الجنسية زي ما حكينا ما بعطي للوالدين ردينا على هذا السؤال الفلوس بخدها لما يقدم الاب والام معادة الام التاكس ريبورت فبيشوفوا دخلها وبناء على دخلها بعطوها فلوس فاذا كانت الام مقيمة في كندا سواء اقامة زيارة اه اقامة اه عمل او اقامة دراسة او اه مقيمة دائمة ساعدتها بعطو الولد نعم اه فلوس لانها هي بتفيل تاكس قاعدا بتحط تدفع ضريبة اوكي لعن اذا انت مش كندي ولا لك علاقة في كندا انت مثلا عايش في الاردن او عايش في السعودية او عايش في الامارات او مصر اه ما رح تيجي على كندا تدفع تاكس عشان انت تاخد بعدين تاكس لابنك اوكي وهو مش موجود في كندا يعني شرط انك تكون موجود في كندا عشان تاخد له هذه الاعانة تبعت الطفل اه لانه اللي عايشين برا كندا وباخدوا هاي الاعانة بيعتبروا انهم باخدوها غير قانونيا فانتبهوا على هذا الموضوع الان طيب الاب ونهم شو بيستفيدوا من هذا الموضوع اللهم انهم بعطوا الجنسية لابنهم الابن بصير عنده تسهيلات بعدين في الفيز يعني ما بعرف شو الشغلة الكبيرة انت بتعمل لمستقبله بس يعني هو بكون عنده هاي الجنسية اه هي كويسة مش كويسة هذا الشي راجع لكم طبعا هل الموضوع قانوني هذا انت تيجي هون طبعا لا لانه ازا انت خفيت على الفيزا اوفيسر انك بدك تيجي تخلف في كندا هذا هذا يعتبر مخالفة في الابليكيشن يعني على اي ممكن ما يسوي لك اشي اي اخر شي يقول لك مع السلامة لكن هو قانونيا ممنوع الان شو شو العقبات طبعا لما تيجي على كندا الام احنا بنحكي عن الام تخلف الان بده تيجي قبل اشهر اوك بما معناه انها بده تروح تشوف زيارات للطبيب و بدكم تعرفوا ان هون الاطباء كتير غاليين بده تروح تسوي لها اربعة خمسة اولترا ساوند في اخر شهر اه عادة كل اسبوع بسوه اولترا ساوند اه هذا مكلف كتير اه الان بتيجي عملية الولادة الولادة اه بتكلف الولادة العادية تقريبا بتكلف طبعا الكنديين والمقومين اللي موجدين هون واللي معا اه تصريح دراسة هذا بكون معا دايما اه شو اسمه اه اه تأمين فالتأمين هذا بغطيه احنا ككنديين بغطينا التأمين الحكومي وهدولاك بكون عندهم تأمين خاص من الجامعة او من المكان اللي بشتغلوا فيه فبتغطى اما اللي جاي الزيارة هذا ما بكون عنده تأمين فبتطر انه يدفع من جيبته كم التكاليف هي بين خمسة وثمانتلاف مينموم هذا يعني بتحكي عن ثمانتلاف مينموم للعملية الولادة الطبيعية الان القيصرية ممكن تطلع خمستاش اتناش خمستاش عشرين حسب شو بتحتاج هل بتحتاج دم هل ما بتحتاج دم قديش بتقعد في المستشفى يعني كل هاي الامور ما حدا بقدر اه اه فاذا انت معك هذا العشرين الف دولار وبتقدر اه 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 امفست لعشان مستقبل ابنك هذا حقك ما عندك مشكلة اه بس اذا ما عندك المبلغ هذا فراح تواجه مشكلة هون لان ما احد ما يعني ما في ما يعني ما في مستشفى راح يدخلك فور فري على الموضوع هلأ ممكن تدخل مستشفى وتولد بس راح يطالبوك في هذا المبلغ والمبلغ كبير اه فباكتر تدفعوا اياه بالكردت كارد ياما بالكاش و واشي مهم طبعا هلأ ما بعد للولادة بدت تقعد الام كمان يمكن عشرة خمسة عشر يوم عشرين يوم وتفر في كندا اللي قامة هون اه بدت تحسبها اه السكن اه المواصلات الاكل الشرب كل هاي الامور بدت تنحسب في تكون في الحسبان الان اه يعني السؤال اللي بيطرح نفسه انه اه في ناس بقول لك اه طب هلأ المستاهلة هاي انا ادفع لي خمسة عشر الف دولار مينموم عشان اعطي ابني اه الجنسية وانا الله اعلم بعد 18-20 سنة الولد يرجع اصلا على كندا ولا لا اه هل بقدر يعمل لي لمشامل ولا لا الجواب راجع اليك انت صاح بالقرار اه في ناس عندهم اه عادي يعني ممكن يدفع اه في ناس تقول لك لا انا بروح على اليونايتد ستيت ارخصلي اه وانا سمعت انها ارخص غاد لانه العمليات هي بتكلف حوالي 3000 امريكي وطبعا برضو غاد ما بعطي الاب والام الجنسية لكن الولد باخد الجنسية اه فالقانون تقريبا هو نفسه يعني انه باخده الجنسية بس الولد مش الابوين اه يعني حبيت احكي لكم شوي واشارككم عن الموضوع عشان يكون عندكم اه 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 الخلفية في الموضوع الان زي ما حكيت انا اه ضلكم تابعين القوانين خاصة الاهالي اللي بدهم يجوا لانه اه كان في نقاش حول هذا الموضوع وما صار اشي في 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 البرلمان السابق الان عندنا انتخابات فممكن بعد الانتخابات يصير اشي يعني اشي مطروح كان من بعض النواب انه ينظروا في هذا الموضوع لحد الان ما صار اي تغيير لكن ما بتعرف امتى يصير تغيير فضلكم بلاشت واحد يجي بعدين يصير القانون طبعا القانون لا يطبق باليوم وليلة اه بكون الو الو بداية والناس عم تسمع عنه وصار اه اه الو الو فترين فا يعطيكم الفعافية وان شاء الله نشوفكم بحلقات اخرى اعجبتكم القناة بأمام منكم كلكم تعمل اشتركوا في القناة